بهذه الأناميل تبدع الحاجة أم الخير ومن معها في هذه الأواني المنزلية من بقايا النخيل استعدادا لقدوم شهر رمضان الكريم لما فيها من ترابط وعادات متوارثة عبر الأجيال وما تطفيه على موائد الإفطار والصهارات الرمضانية منها الأواني المنزلية منها الفراشات كما هذا هكذا تشوف الأواني كل هذه خارجة منها المهم تراث قديم من الولدين من جدات وجدات من جدود نتوعنا كانوا يخدمون بهم باش يهزوا حشك على الزائلة باش يخدم الأرض يديرون له هذك القفافة يديرهم له كينليهز فيها القراب كل واحده كيفاه يخدموا ونزيدوا نديروا الأواني على الدار كينحصائر واقفين مربعين هذه الأواني التي تصنع من سعف النخيل أين يتم اختيار النخلة لاستخراج الجريد ومختلف الأجزاء بشكل دقيق لتنتهي على شكلة هذه الأواني وبهذه الحلة التي تطفي على موائد البيت الورغلي لمسة خاصة النخلة هي النخلة نحو النخلة السعفة نحوها من النخلة النخلة ربها سقيرة كي تكبروا وتعود فيها الأولاد وفيها الحشيشين منها سقيرة نعودوا نحو من السعفة هذه ونيبسوها نحوها بالمنجل نقصوها بالمنجل حاجة عدنا نقولوا لها المنجل نقصوها بالمنجل ونيبسوها ونعودوا نشمخوها باش نخدموا منها فيها الحليب ندرو فيها الحليب بتاع الطمر هذه ندرو فيها الطمر جعلة نوعين أسكو تدير فيها من بعد المقرب تدير فيها الطمر تعاود تقلبها تدير الخبز نورمال فيها تدير فيها الخبز كينا أكبر منها للطعام أكبر منها كي ما نقولوا نحطو فيها هذه الحرفة التي دأبت عليها الحاجة أم الخير تحكي كل الحكايات وتروي كل الروايات لجيل تعلمنا منه الحكمة وحب العمل لقول المثلي يفنى مال الجدين وتبقى حرفة لي الدين